بدعوة من حركة المقاطعة بي دي أسوى جمعيات حقوقية إسبانية تظاهر العشرات أمام مقر شركة كافل إسبانية في إقليم الباسك احتجاجاً على استمرار مشاركة الشركة في تنفيذ جزء من مشروع ترام القدس والذي يربط القدس المحتلة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية هذا المشروع يشمل ليس فقط أراضي من القدس بل ويربطها مع المستعمرات المجاورة ماراً عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا غير قانوني والنقطة الثانية لماذا يصممون على الاستمرار في هذا المشروع بل ويوافقون على مشاريع خطوط جديدة لتخدم مستعمرات أخرى جديدة وهذا من وجهة نظر قانونية يعتبر خارقاً للقانون الدولي الإنساني ويمكن محاسبتهم من قبل محاكمة جناهية لأنه يهدف إلى تسهيل تنقل سكان القوى المحتلة في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقرارات الدولية يأتي هذا الاحتجاج ضمن سلسلة متواصلة من الفعاليات المناددة والمناهضة لشركة كاف للقطارات التي ما زالت مستمرة بأعمال بنائها لقطار القدس رغم ما فيه من انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان استمرار كاف في هذا المشروع ينتهك القانون الدولي وهو ما أكدت عليه عدة منظمات دولية كالهم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للهم المتحدة إلى جانب صدور تقرير مؤخراً من الجهات الرسمية الإسبانية من قبل هيئة ممثلة لوزارة التجارة والسياحة التابعة لحكومة إسبانيا وهذا التقرير يشير إلى مشروع كاف الذي ينتهك القانون الدولي والاتفاقات الدولية فكاف أيضاً تظل المساهمين والمستثمرين فيها من خلال تقاريرها فهي تشير إلى أن مدينة القدس كمدينة حصرياً إسرائيلية وهي ليست كذلك وطالب المتظاهرون بضرورة إدراج شركتك في قاعدة البيانات الخاصة بالشركات المتوردة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لمشاركتها في بناء شبكة خطوط قطارات على أراضي فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة